الست الاندبندنت دي ما بقيتش الاندبندنت لوحدة على فكرة الظروف وحياة هاي اللي عملت فيها كده اه انا دايما دايما اقول لما اقولك اص دي ست نكحة اص دي ست قوية يعني الست برضو فيه 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 دايما المصطلح كده بشوفه اه مع الرجالة مثلا او شباب قاعدين كده لسه مثلا متعرف على واحدة بتقوله بس خلي بالك دي دي قوية اه يعني بتشتغل ومعه فلوسها و فلوسها مقوية قلبها فاللي هو انت مش هتعرف تيجي عليها طيب ما هي الاوية ديميزة مش عايب ايه؟ ديميزة مش عايب ديميزة انا بشوف ان الاوية دي هي ما استقوتش بنفسها الاول صح هو الزمن جي عليها وفيه راجل جي عليها وضغط وداس والغاية ما هي قررت ان هي ما تبقاش ضعيفة دي ولا للخضوع لان احيانا فيه راجل بيزل ست بالمصروف بالفلوس اللي بيدهالها طبعا احيانا بيزلها وهي وولدها عشان انا بجيبلك وبديكي وبشتغل احيانا بيخونها وبتبقى مضطرة توافق اللي هو الله ما انا مكافيكي ومديكي كل حال ففيه ست بتنطفد اللي هو انا لا بتخان ولا بتخدع ولا بيداس علي ولا حد يقتر ييجي جنب مناخيري كده فبتنزل وتشتغل وتكافح وبتشوف رزالات كتير وبتشوف مقاس كتير ومع ذلك بتنجح عشان تنجح فهي ست النكحة دي افعلا بتبقى قوية قوية من اللي شافته من في الزمن عشان توصل لان هي تبقى وقفة على رجليها وقوية فانت ما تيجي بقى انت متضايق ان هي قوية طب ما القوية دي اللي هتصونك القوية دي اللي هتبقى وقفة في ظهرك هتبقى جيشك الوحيد وسط الحياة هتبقى سابورت ليك سند وظهر ليك صح ولا لا انت تحب الستة القوية ولا الستة الضعيفة انا كشخصي اه انت كراجل ككير اه افضل ستة القوية اه انا ما اعرفش اتعامل مع ستة ضعيفة عموما لاني بشوف ان الستة القوية دي بتبقى بالنسبة لي انا هتكلم بشكل شخصي اريح بكتير من الستة الضعيفة ثقاتها في نفسها ونجاحها هيخلينا نتغادى مشاكل كتير قوي ومن ناحية تانية هيبقى فيه بارتنر معاك او شريك في الحياة انت عارفة تتكلمي معاها عارفين تبقى صحاب انا بفضل الستة القوية زي ما قلت لك لان هي في وقت من الاوقات هتبقى جيشك الوحيد هي اللي هتبقى الصفورت الحياة مش سهلة والعلاقات المفروض انها تكمل وتنجح ويتبني عليها بيت ويبقى فيها أسرة وتكمل عمر بحاله لازم تكون مسنودة على أساسين لو واحد فيهم ضعيف البيت يقع صح مستحيل مستحيل تلاقي بيت سوي انا بتكلم في بيوت مكملة لحد ما تفرج ده موضوع تاني بس انك تلاقي بيت مطلع اطفال اسوية بيت مش هنقول سعيد بس مستقر لان السعادة دي نسبية برضو بيت مستقر في زوجين متفاهمين ده محتاج ان الاتنين يبقى أساسهم قوي مستحيل علاقة تنجح لو الراجل هو اللي قوي او الست اقوى ليه ده بيقولك البيت بينجح دايما لما بيكون فيه ست ضعيفة مين اللي بيقولي مستكنة اللي هو ايه مكسورة الجناح اه مكسورة الجناح دايما انتوا تحبوا حتة الست مكسورة الجناح ما اعتقدش ان كل رجالة بتحبهم او في الوقت اللي احنا فيه برضو الحياة ما بقتش سهلة يعني احنا معيار اختيارنا غير معيار اختيار اهلينا للجواز في الست وفي الراجل على فكرة الست ممكن تبقى عايزة واحد تشبه باباها ده بنسبة كبيرة مين قال انا ممكن اكون طلعة انا ممكن اكون طلعة من بيت اب جديد جدا قاسي جدا صعب جدا انا عايزة واحد تماما غير بابايا ليه دايما البنت بتقوله بتبقى عايزة تدور على حاجة زي بابا بس لو الرول موديل الراجل الاولاني في حياتها راجل حقيقي حنينه كده اه اب فعلا بيبقى الموضوع بتبقى عايزة واحد شبه ده بس احنا معايير الاختيار بتاعتنا اختلفت تماما كمان الرجالة بيبقى عايزين ستات شبه مامتهم لوه زي ماما وتعديلي زي ماما وتقطعلي الاكل زي ماما يوعد دم ماما بقى اه وبعدين ممكن يزعق لماما او ممكن يعمل اي حاجة في البيت فماما بتعدي فماما بتسامح كتير فتلاقي طالع اللي هو انا عايز واحدة شبيهة قارينة ماما فطبعا مفيش ماما حبيب مفيش ماما مفيش ماما ماما في البيت